قدرت الأمم المتحدة نزوح نحو من 260 أسرة من الفلوجة منذ عمليات استعادتها صندوق الأمم المتحدة للسكان وفي بيان له توقع استمرهر نزوح الأسر من الفلوجة مخمناً وجود 8300 أسرة أو ما يعادل 50 ألف فرد داخل الفلوجة الصندوق ذكر أن السلطات في الأنبار تعزل النساء عن الرجال النازحين فترسل الرجال والفتيان إلى منطقة الكيلو 18 وسط الأنبار لإجراء فحوصات أمنية لهم فحين ترسل النساء إلى ناحية عاملية الفلوجة حيث يكون في استقبالهن أقاربون ومضيفون أو ينقلن إلى مخيم العراق النازحين